وزعت وزارة الإسكان دفعة الثانية من المرحلة الثانية من توزيعات وحدات المدينة الشمالية في إطار برنامجها الزمني لتوزيع 4200 وحدة سكنية تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتزال وزارة الإسكان مستمرة بإجراءات توزيع المرحلة الثانية من توزيعات وحدات المدينة الشمالية والتي شرعت الوزارة في توزيعها مطلع الإسبوع الجاري في إطار برنامجها الزمني لتوزيع 4200 وحدة سكنية تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم والله الحمد تم توزيع الدفعة الثانية من المرحلة الثانية مشروع المدينة الشمالية والتي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية عملية التوزيع والله الحمد مشت حسب ما هو مخطط لها وراح تستمر إن شاء الله عملية توزيع وحدات المدينة الشمالية حتى منتصف الأسبوع الغادم الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحدان أكد كذلك أن إجراءات توزيع المرحلة الثانية لهذا المشروع تتم بصورة سلسة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين وذلك بدءا من التواصل مع المواطن للاستفادة من المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة وحتى الانتهاء من إجراءات السحب على الوحدات شعورنا بصراحة يعني ما ينوصف وهذه بيت العمر بصراحة ونشكر جلالة المالك والحكومة الرشيدة كلها لخصصات لنا وحدة سكنية والله مستانس ومرتاح منها المناسبة ذي وأشكر الجماعة الموجودين شكرا جزيلا لكم وأنا صراحة يعني في حصولي على هذه الوحدة أكون قد يعني حصلت على مساعدة وحصلت على تقدير واهتمام من المسؤولين واهتمام من الدولة نشكر ولي العهد على تسريع الوحدات السكنية وماشاء الله يعني قاموا مجهود يعني كبير ماشاء الله وما تأخرنا على الطلب نشكر الحكومة إن شاء الله الرشيدة وعلى رؤسة وزارة الأسكون بعد وزير الأسكون المهندس بوصن بني عقوب الحمر ما قصروا على الجهود الطائب ذي وإن شاء الله يعني على والشكر بعد ما وصل للموظفين الوزار المرحلة الأولى من توزيع المشروع كانت قد جرت العام الماضي ضمن البرنامج الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ أمر سموء ولي العهد بتوزيع 6200 وحدة سكنية فهذا المشروع بات يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الرئيسة المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والذي التزمت به وزارة الإسكام ببناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين